نبدأ بالسؤال لأختلمها فيما يتعلق بالوصية بتربية أحيانا قد لا تكون هي وصية هي عبرها عن أن هذا الإنسان حريص على طفله ويرى أن فلان هو الأصلح من أقالبه أو من المحيطين به فهل نقول إن هذه وصية يجب أن تنفذ أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا الوصية التي يجب أن تنفذ هي وصية الإنسان في ماله إن كان من الثلث أو وصية الإنسان في الحق الذي عليه أو وصية الإنسان في إثبات حق له على الغير وهو ما يعبر عنه بأدلة الإثبات وأما الوصايا والنصائح التي يوصي بها الموصي وراثته فإن الأفضل ومن البر أن الإحسان إليه وتنفيذ وصيته لكن ذلك لا يجب مثل أن يوصي بعض الآباء بعض الأبناء على عدم الاختلاف و التغاضي عن الهفوات والاختلاف في بعض الأموال وهذا حسن وهو مطلب وهو من البر في الميت لكن لا يجب على ذلك أن يتنازل الإنسان عن حقه و هو يراه حقا ولكن هذا من البر و من ذلك أيضا ما يوصي به المرأة أو يوصي به الرجل أن يكون الوصي أو الناظر أو عفوا مو بالناظر الولي على الأولاد فلان هذا على سبيل استحباب ولكن لا يجب و على هذا فالذي يجب الوفاء بالوصية إن كان من باب الوصاية العامة فهو ما كان حقا عليه أو حقا له يكون نوعا من الإثبات أو مالا أوقفه يجب أن ينفذ مثل ما يسمى بشرط الواقف و أما الوصاية التي من باب الإحسان و من باب النصائح و الإرشادات فهذا من البر و الإحسان إليه لكن لا يكون ذلك على سبيل حق ثابت للحي الله أعلم